كل عام وانتم بخير أعزائي المتابعين مهنئ الجميع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك اللهم لا تختم رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا ورضيت عنا وجعلت الجنة دارنا صيام شهر رمضان ليس فقط فرصة لاغتنام العبادات بل هو أيضا فرصة لتحرير جسمك من الدهون المتراكمة في منطقة البطن والأرداف وتخصيص الوزن وبناء العضلات فيمكن أن تخسر من 5 إلى 10 كيلو أو أكثر في هذا الشهر بناء على مدى رغبتك في اتباع البرنامج والاستمرار عليه السلام عليكم مقدمكم بالدكتور فارس عرب وفي هذه الحلقة أسهل الطرق العملية للاستفادة من صيام رمضان لصالح صحة جسمك وأيضا حناقش أفضل أوقات الراحة والنوم وأنواع وبديل التمر لذلك تابع معي للنهاية وإذا أنت جديد اشترك بقناة سكون مجانا لتحديث معلوماتك الطبية وتحسين نمط حياتك باستمرار وأعطي هالفيديو لايك إذا ترغب بالمزيد من هذا المحتوى أول وأهم خاصية في الصيام لا تفوتك وهي زيادة عدد ساعات الصيام لأكثر من 16 ساعة في اليوم بما أنك حتصوم 30 يوم فقط في السنة تعلم في هذا الوقت كيف تفعل خاصية جسمك الخارقة وهي الالتهام الذاتي أو الأتوفجي ببساطة تناول وجبتين فقط على الأكثر وفي خلال نافذة أقصاها 8 ساعات في اليوم الأولى عند الإفطار حسب التوقيت تقريبا في الساعة السابعة مساء والأخرى بين الساعة 12 والثانية فجرا وبدون أي وجبات خفيفة أو سناكس بينهما ويا حبذا لو تقتصر على وجبة واحدة فقط حتى لو كنت تعاني من السكري بهذه الطريقة تجوع جسمك لأكثر من 16 ساعة وتفعل الالتهام الذاتي الذي يحسن إفراز هرمونات البناء القوية مثل هرمون النمو HGH والغلوكاغون والتستوستيرون لإعادة ترميم خلايا الأعضاء التالفة وتحرق الدهون العنيدة المخزنة وتحفز التجديد وإزالة السموم رقم 2 مكونات وجبة الإفطار عند الإفطار تناول حبة إلى ثلاثة حبات من نوع التمر الصقعي فهو أقل الأنواع محتوى للسكر وبديل التمر اللي أنا بنصح فيه هو ثلاثة حبات من الخوخ المجفف طعمه قريب جدا للتمر وأقل من التمر بمحتوى السكر بكثير بعدين اشرب بحدود 400 إلى 500 مليلتر من الماء لترطيب الجسم وفنجان قهوة بدون سكر لتنشيط الأعصاب ثم تناول الشربة المصنوعة من مرق العظم أو اللحم مع البهارات والخضار المختلفة المهم فقط أن تبتعد عن الشربات المليئة بالنشويات مثل الرز والخبز والشعيرية والمكرونا بهذه الطريقة ستعوض جسمك بالأملاح والسوائل وبعض الألياف والكولاجين وتبتعد عن الأطعم عالية التسكر التي تؤدي البنكرياس ثم قم للصلاة ورجع لتناول الوجبة الرئيسية ومكوناتها هي صاحا بحجم كفين يدين على الأقل من السلطة خضراوات نيئة وأوراق خضراء مثل الخس والسبانخ والملفوف والجرجير والكرفس والكالي والبروكلي وأضف عليها الملح والبهارات حسب الرغبة وأعصر عليها ليمون وأضف ملعقة خل تفاح كبيرة وملعقتين زيت زيتون بهذه الطريقة أعطي الجسمك كل ما يحتاجه من فيتامينات ومعادن وألياف وأحماض للهضم ثم أكمل الوجبة بنوع من أنواع اللحوم كاملة الدسم كمية اللحم بحجم كف اليد وبهذا يتشبع الجسم بالأحماض الأمينية لتعويض مستلزمات بناء خلايا وهرمونات الجسم ولا تنسى إضافة اللبن كامل الدسم والمخللات للوجبة من أجل المحافظ على توازن بكتيريا الأمعاء وبإمكانك تناول حبة فيتامين دال في هذا الوقت لأنه أفضل وقت لامتصاصه بوجود الدهون بعدين المشروبات فأفضل مشروب هو عصير الليمون الطازج أو مشروب خل التفاح والمحلة بسكر ستيفيا أو خليط الفراولة والتوت أو التمر الهندي ففوائده عظيمة أو ملكشيك بالخضار وإلى هنا تنتهي الوجبة الأولى وقد تستغرق ساعتين لا بأس الفترة بين الوجبة الأولى والثانية امتنع عن تناول أي طعام عوضا عن ذلك زوج جسمك بالسوائل المفقودة خلال النهار اشرب 3 إلى 4 لتر ماء وبإمكانك صنع المشروبات الساخنة أو الباردة من نفس الكمية مثل القهوة والشاي وعصير الليمون ويمكن تحليتها بستيفيا أما بالنسبة للوجبة الثانية أو وجبة السحور أفضل مكون لهذه الوجبة هو الدهون لتهيئة جسمك ومنحه الطاقة للصيام في اليوم التالي مثل الشربات الكريمية وصلتة الدجاج أو البيض وكمية من المكسرات النيئة الغير مملحة طبعا يفضل نقع الجوز واللوز بالماء 12 ساعة قبل الاستهلاك كي لا يسبب لك غازات وبإمكانك إضافة الحلويات الدهنية الخالية من الكربوهيدراتس استخدم سكر زايريتول ويريثريتول في صناعتها وصفات هالحلويات كثيرة يبحث عنها في جوجل بعنوان حلويات الكيتو أو حلويات قليلة الكربوهيدراتس ثم أحذر من الأطعم المعالجة وعالية المحتوى بالسكر التي تنهك البنكرياس وترفع خطر الإصابة بمرض السكري وهي شائعة جدا في وقت رمضان مثل الحلويات بكل أنواعها والعصائر المقطرة بالسكر والمشروبات الغازية بكل أنواعها القمح ومنتجاته مثل الخبز البسكوت الشعير السمبوسك والبيزا والمعجنات بأنواعها الأرز الشفان المكرونا البطاطا والذرة أخيرا أفضل أوقات للراحة في رمضان هي من بعد الساعة العاشرة مساءً أو بين الساعة الخامسة والسابعة قبل الإفطار وتجنب النوم في وقت الصيام لأنه أفضل وقت لحرق الدهون لذلك لا تطيع على نفسك هذه الفرصة لهنا خلص كلامي لهذه الحلقة وسؤالي يحب وجهه إليك ما هو برنامجك اليوم في رمضان؟ ستتابع إجاباتكم بالتعليقات تابعني على اليوتيوب أو الفيسبوك والإنستغرام بإمكانك الآن دعم القناة ماديا كصدقة جارية إما عن طريق الانتساب بالقناة أو موقع بيتريون الرابط بصندوق الوصف معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن نروح أكسكم فيه اشتركوا في القناة